تبدل في خارطة المواجهات بتاعز هذا ما بدى عليه المشهد خلال الأيام الماضية في المحافظة التي ظلت معاركها بلا دعم أو توجه إقليمي يغير من الواقع الميداني المهمل طويلا في جديد تحركات الميدانية أعلن قائد اللواء 35 مدرع سيطرة الجيش على مديرية الصلوب الكامل استطعنا يوم أمس استكمال تحرير مديرية الصلوب وهي جبهة مشتعلة في ريف تاعز جنوب شرقي المدينة العميد عدنان الحمادي قال إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مديرية الصلوب والوصول إلى مشارف دمنة خدير بعد عمليات عسكرية مباغتة لمواقع الميليشيا وهو ما يراه متابعون بمثابة كسر حالة الجمود الميداني التي انتابت المشهد سابقا أما في المدينة قال قائد اللواء 22 ميكا صادق سرحان إن العملية الجديدة تأتي استكمالا للعملية العسكرية التي أعلنها الجيش محذرا للمواطنين من الاقتراب من المناطق العسكرية في جولة القصر والحوبان والمناطق المجاورة لها نظرا لإحتدام المعارك الجبهة الشرقية للمدينة والتي امتدت فيها المعارك لفترات زمانية متقطعة أكد الجيش مؤخرا أنه تمكن فيها من السيطرة على منطقة الكريفات ودمر دبابة وأليات للميليشيا في تبة السلال بعد معارك عنفة مع الميليشيا وبالسيطرة على منطقة الكريفات يعتبر الحسن الذي تعتمد عليه الميليشيات في الحفاظ على مواقعها في تبات المقرم والجعشة والسلال تحت مرمى الجيش خارطة المواجهات المتسيمة بالكر والفر بتعز إضافة إلى الحسابات الإقليمية المزيطرة على شكلها تغيرت مؤخرا بحسب عسكريين على اعتبار أن بقاء تعز دون حسم سيؤثر على باقي المناطق المحررة تعود المواجهات في تعز لتحدد شكل التوجه الحكومي والإقليمي للحسم إلا أن هذا التوجه لا يزال محاطا بتوجس العديد من المراقبين الذين يجدون أن شكل العمليات العسكرية لن يتغير ما لم يتسم بنوع من الجدية في التعامل مع تعز ترجمة نانسي قنقر